اشتركوا في القناة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية مساء هذا اليوم في قصر الصخير المهنئين من اهالي المحافظة الشمالية وذلك في اطار حرص جلالته على الالتقاء مع المواطنين الكرام خلال شهر رمضان المبارك وتشرف الاهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن اخلص التهاني واطيب الامنيات بهذه المناسبة الكريمة مبتهلين الى الله جل وعلا ان يعيدها على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية وطول العمر وعلى اهل البحرين جميعا بالخير واليمن والبركات وتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان الى جلالته على ما تشهده المشاريع التنموية في المحافظة الشمالية من تطور مستمر بفضل توجيهات جلالته الكريمة وبعد تلاوة ايات بينات من القرآن الكريم تفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى يده الله بالقاء كلمة سامية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في بداية لقائنا المبارك هذا أن نرحب بكم جميعا وأن نتوجه لكم بخالص التهاني بشهر رمضان الفضيل الذي نستقبل بشائر خيره وهباته خير استقبال وبعودة مباركة يدوم فيها وصلنا واجتماعنا على المحبة والصلاح والفلاح بإذن الله تعالى وفي مثل هذا المقام نحمد المولى عز وجل على نعمه الكثيرة وأفضاله الواسعة علينا في السراء والضراء فها هي البحرين بالرقم من كل التحديات تمضي بعزيمة أبنائها وبناتها بخطواتهم الواثقة نحو قدهم الذي سيكون أكثر إشراقا بإذن الله وبعودة جميلة لصور الحياة التي عهدناها في تقاربنا وتواصلنا وبسعينا الواحد أعلاء لراية الوطن ولا يفوتنا هنا أن نجدد الشكر والامتنان لكل جهد مخلص يضع الواجب الوطني نصب العين والذي يمثل في تقديرنا صمام الأمان وركيزة الاستغرار لمجتمعنا المتسلح بثوابته الوطنية وقيمها الأصيلة التي ترتقي بأداءه وتجعل كما عرفناه متأهبا ومستعدا ومتيقظا على خطوط الحماية لسلامة الوطن ووحدة صفة وفي هذه الليالي الفضيلة يؤلمنا تكرار الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والتي يجب وقفها والسماح بتأدية الفروض والشعائر الدينية بأمن واطمئنان للجميع من منطلق احترام قدسية بيوت الله وتوقير حرماتها مؤكدين في هذا الصدد أن لا حل لهذا الصراع المستمر بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي إلا بقيام الدولتين وفق غرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأن يتعايش جميع أصحاب الأديان في هذه الأرض المقدسة بتسامح ووئام وسلام ونختم حديثنا معكم حضورنا الكريم بتجديد ترحيبنا بكم وسعادتنا بلقائكم في هذه الليالي المباركة سائلين الله عز وجل لنا ولكم أقلص الأعمال وأبلغ الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أهالي المحافظة الشمالية يلقيها نيابة عنهم السيد فيصل حميد الملة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدة حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله أصحاب السمو والمعالي والسعادة الكرام الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم وفخر كبير يا صاحب الجلالة أن أقف في مجلسكم العامر في هذا اليوم من الشهر الفضيل نيابة عن أهالي المحافظة الشمالية لكي أنقل لجلالتكم تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان الكريم مجددين لجلالتكم البيعة والولاء والطاعة ومستذكرين نهج جلالتكم في الانفتاح والتواصل مع أبناء شعبكم الوفي ضارعين إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بوافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين بدوام العزة والإزدهار في ظل أهدكم الميمون سيدي حضرة صاحب الجلالة إن هذا اللقاء السنوي هو مبعث فخر واعتزاز وأعظم شرف لأهالي المحافظة الشمالية حيث يأتي في إطار النهج الحكيم لجلالتكم بتعزيز الألفة والمحبة بين أبناء شعبكم الوفي ويحمل في مضامينه الكثير من المشاعر الإنسانية النبيلة وهو ما يعد وسام على صدورنا حيث نتشرف بالسلام على جلالتكم والاستماع إلى توجيهاتكم الحكيمة سيدي إنما شهدت مملكة البحرين عموما والمحافظة الشمالية خصوصا من تطور وأزدهار ونماء ما كان ليتحقق لو لا توجيهاتكم السديدة فالمحافظة الشمالية تستلهم من نهج جلالتكم القويم الأعمال الإنسانية والمجتمعية سيرا على عطاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي رسخت رؤى وتطلعات جلالتكم في العمل التكافلي على مدار العام مما يعكس تحضر وأصالة هذا الوطن العزيز في نشر قيم التكافلي الاجتماعي ومن بين البرامج المحافظة في هذا الشأن التعاون مع أصحاب الأياد البيضاء والمخلصين لرعاية الأسر المتعففة من خلال مشروع بيوت وتوزيع السلالة الرمضانية ودعم الجمعيات الخيرية مؤكدين بذلك قيم ومبادع عمل البر والخير التي توارثناها جيلا بعد جيد من الآباء والأجداد سيدي حضرة صاحب جلالة أن المحافظة الشمالية لا تدخر جهدا في العمل تحت مضلة فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظها الله ضم رؤيتها تنمية مستدامة لحياة أفضل في مجتمع عامل الجميع لتنمية الولاء وترسيخ قيم المواطنة ففي قطاع العمل ساندت المحافظة للبرنامج الوطني للتوظيف وفي القطاع الصحي عملت على تعزيز الصحة من خلال برنامج المدن الصحية لإعتماد عالي مدينة صحية والترويج للحملة الوطنية للتطعيم وفي القطاع الإسكاني دعمت المحافظة أولوية حصول المواطنين من ذوي الحالات الإنسانية على الخدمات المتاحة سيدي تفتخر المحافظة الشمالية بالمشاركة في تنفيذ مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة من خلال المناسبات الوطنية والدينية والرياضية والصحية والتوسع في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل المحكومين بالعقوبات البديلة والتي تنفذها وزارة الداخلية وتشكل نقل نوعية في مسيرة الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان بدولة المؤسسات والقانون القائمة على مرتكزات التعايش والانفتاح سيدي حضرة صاحب الجلالة إن المحافظة الشمالية بمدنها وقراها بأطيافها وأعراقها تقف صفاً واحداً بقيادة جلالتكم والتزام بنهجكم القويم الذي جعل من البحرين تعيش في حواحة أمن وأمان ونموذجاً للتعايش والتسامح ختاماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على جلالتكم الصحة والعافية وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مملكتنا العزيزة ودمتم يا صاحب الجلالة ذخراً وسنداً للبحرين وأهلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم قصيدة نظمها الشاعر الدكتور عبدالله أحمد منصور الرضي يلقيها الأستاذ الدكتور علي منصور آل شهاب سيدي صاحب الجلالة يشرفني أن أقف أمامكم لألقي هذه القصيدة وفي ظل هذا الشهر الفضيل أتمنى لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بدوام الصحة والعافية وطول العمر وحفظك الله دخراً لهذا البلد وكل أفراد الإسرة المالكة الكريمة يعني هذا شعور لكل فرد من أفراد الإسرة الكريمة المالكة لله نلهج بالدعاء ونسجد وله على ما قد حبانا نحمد ملك عظيم قد تولى أمرنا فبنى لنا البحرين فيها نسعد حمد حمد ولنا بشهر الصوم عندك عادة نأتيك أفواجاً نأتيك أفواجاً وعندك نرفد شرف عظيم أن نزور مليكاً وله المحبة والولاء نجدد جئناك يا حمد ويسبقنا لكم حب غدى بقلوبنا يتجدد جئنا نهنئكم أبا سلمان في شهر الصيام وللدعاء نردد إِنَّا لِنَدْعُوا اللَّهِ يَحْفَظَكُمْ لَنَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَادِرِ الْمُتَفَرِّدُ فَلَأَنْتَ أَفْضَلْ مَا تَمَنَّى شَعْبُكُمْ حمدٌ بِفَضْلَ اللَّهِ أَنْتَ مُؤَيَّدُ نِعْمِ الْمَلِيكِ فَيَا أَبَا سَلْمَانِ قَدْ آثَرْتَ شَعْبُكَ وَالْخَلَائِقُ تَشْهَدُ حمدٌ مَكَارِيمُكُمْ عَلَيْنَا كِثْرَةً مَاذَا وَقَدْ كَثُرَتْ تَرَى سَأُعَدِّدُ أَفْضَالُكُمْ كَثُرَتْ لِذَلِكَ مَنْ يُرِدْ تِعْدَادُهَا فِي سَعِيهِ لَا يُحْسَدُ فَعَطَاءُكُمْ حَمَدٌ لِيَصْعُبَ وَصْفُهُ بَحْرُ عَطَاءُكَ زَاخِرْ لَا يَنْفَدُ فَالْبَذِلُونَ النَّفْسَ فِي أَوْطَانِهِمْ وَالْمُؤْثَرُونَ عَلَى النُّفُوسَ لِيَحْمَدُوا فَالْبَذِلَ مِنْكَ سَجِيَّةً حَمَدٌ فَكَمْ زَرَعَتْ يَمِينُكَ كَيْبَنُوكُمْ يَحْصَدُوا وَالْجُودُ يَعْرِفُكُمْ فَأَنتَ قَرِينُهُمْ لَوْ يَسْأَلُوهُ لَقَالَ أَنتَ الْأَجْوَدُ مَا جَاءُكُمْ مِنْ سَائِلٍ فَرَدَتُّهُ حَمَدٌ فَبَابِكَ مُشْرَعًا لَا يُصَدُ وَالصُفْحُ طَبْعُكَ يَا أَبَا سَلْمَانِ إِذْ لَمْ يُثْنِكُمْ عَنْ حُسْنِ صَفْحَكَ جَاحِدٌ طَبْعُ الكِرَامِ تَسَامُحٌ وَتَفَضُّلٌ وَلَكُمْ أَبَا سَلْمَانَ فِيهِ تَفَرِّدُوا صَبْرٌ وَعَزْمٌ صَادِقٌ وَتَدَبُّرٌ وَتَيَقُّنٌ وَتَمَكُّنٌ وَتَجَلَّدٌ حُلْمٌ وجوء والسماحة طبعُكم خُلْقٌ كريمٌ زَانَ عِزَّكَ سُؤْدَدُ دَانَتْ لَكَ الْأَمْجَادِ حَتَّى أَنَّهَا جَاءَتْ لَكُمْ تَرْجُوا الْجَوَازَ وَتَنْشِدُوا حَمَدٌ وَضَعْتَ الْحَقَّ نُصْبَ عِيُونِكُمْ ما أنت عنه لأي ضرفٍ حائدُ حاهدت شعبك أن تكون لهم أباً وتقيهم لو جار يوماً حاقدُ وتوفر العيش الكريم لشعبكم ولعيشنا في ظل عطفك أرغدُ سكنٌ وتعليمٌ وصحة شعبكم هي أولوياتٌ لكم إن توجدوا وبفضل ربك قد وفَّيت بأهدكم في كل مسعى تبتغيه مسددُوا في كل حين أنت في وجداننا عن قلب كل مواطنًا لا تبعدُوا أي قطَّف الشعب الوفي كرامةً فهم بكم أعلى المراتب يصعدُوا أعطيت معنى للحياة بعزةٍ فغدت بك البحرين ملفى يُقصدُوا وجعلت أرض الخُلد صرحًا آمِنًا كلٌّ بمُعتقدٍ يرى يتعبَّدُوا حُرِّيَّة الأديان أنت كفلتُها لا مذهبٌ أو دين عنها يُبعدُوا أرسيتَ للحُكم الرشيد مبادئًا فغدت مثالًا يُحتَذَى ويُقلَّدُوا واخترتُ ربَّانًا واخترت ربَّانًا ليقودُ سفينةً لحُكومةٍ تسعى لما هو أحمدُوا سلمانُ نجلُكَ وهو حقًّا خيرُّ من يُرجى له أمر الحكومة يُعهدُوا نهجٌ فريدٌ أنتَ صُقطَ بِحِنكَةٍ مِن ذا يُنافسُكَ فأنتَ السَّيِّدُوا ولأنتَ حُصْنٌ نَستضِلُّ بُفَيئُكم عندَ الشَّدَائِدِ بِإِسْمِكُمْ نَتَوَحَّدُوا مَلَاحَ خَوْفٌ أَوْ عَرَانَا هَاجِسٌ إِلَّا بِعَزْمِكَ قَدْ غَدَوْتَ تُبَدِّدُوا مَرَّتْ عَلَى الْبَحْرَيْنِ أَيَّامًا بَدَتْ فيها الغيوم بأفقنا تتلَبَّدُوا فمنَ الوباءَ قَدْ اعتَرَتْنَا رَهْبَةً سادَ الجميع تخوُّفٌ وترَصِّدُوا وقد انبريتَ لها بكل جرأةٍ ولنا السلامة والنجاة تؤكِّدُوا ولقد أتَتْ أفعالكم مُصداقِما قُلْتُمْ وَرِحْتُمْ لِلْعِلَاجِ تُحَدِّدُوا وَلِذَا قَدْ انْقَشَعَ الْغُمَامُ وَسَادَنَا جَوِّ الْأَمَانِ فَلَا وَبَاءً يُهَدِّدُوا يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْعَظِيمُ نُجُلَّكُمْ عَهْدِ الْوَلَاءَ لَكُمْ نَصُوغُ وَنَعْقِدُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَدٌ فَمَنْ ذَا غَيْرُهُ نُثْنِي عَلَيْهِ لِفَضْلِهِ وَنُمَجِّدُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَدًا فَمَنْ ذَا غَيْرُهُ نُثْنِي عَلَيْهِ لِفَضْلُهُ وَنُمَجِّدُوا والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة